هذا ليبيا تشكل عاملا جذابا للإرهاب هذا هو السؤال الذي طرحناه في لقاء خاص مع أخبار الآن للمتحدث العقيد أحمد المسماري مدير إدارة التوجيه المعنوي والمتحدث باسم القوات المسلحة ليبيا قال إن الإرهاب تغلغل في ليبيا بعد سقوط النظام القدافي وتم إطلاق سراح الإرهابيين الموقفين كما دخل المقاتلون الأجانب إلى البلاد وأقاموا معسكرات تدريب خاصة مع تورط العديد من الليبيين في تزوير الجوازات واستخدام المطارات في نقل المقاتلين وأصبحت ليبيا بلد يصدر الإرهابيين وهذا ما يسعى اليوم الجيش الليبي للقضاء عليه نتابع أولى أن سقوط نظام العقيد القذافي أتاح فرصة شاسعة جدا لأراضي الليبية أراضي شاسعة جدا أتاح فرصة أولى أن الإرهابيين للجانب تم تخالهم عن قبل الليبيين الليبيين كان هناك قواعد قبل السقوط الجذافي للتنظمات الإرهابية سيف الإسلام شارك بإطلاق صراح الأخوال المسلمين من السجون والمقاتلة أقراج المسجون فكونوا قواعد هذه القواعد هيئت مباعث عبدالش أبراير لتكون ليبيا منطقة جذب للإرهابيين بدلا من تكون منطقة جذب للإستثمارات منطقة جذب للسياحة منطقة جذب للتعاون الطبي والتعاون العلمي مع الدول الأخرى أصبحت للتعاون المتطرف والإرهاب في ليبيا وبالتالي أصبحت من خلال سيطرة الأخوال المسلمين وسيطرة الجماعة الإسلامية المقاتلة اللي هي تنظيم القاعدة أصبحت ملاذ آمل لكل إرهابي لكل مجرم هارب من مدينته أو من دولته بدأ يأتي إلى ليبيا بعد ذلك أنشأوا مراكس تدريب واستقطاب قد أقول الألاف تم تدريبهم في معسخة تدريب سواء في دارنس أو في بنغازي في سبراتا في مصراتا في طرابلس وتم ناقلهم إلى سوريا ولواء الأمة الذي ترأس للآن ماسك عميد رئيسة طرابلس هو دليل قاطع أنها ليبيا لم تعد منطقة جاذب فقط بل أصبحت منطقة إعداد مقاتلين إرهابيين وزجبين في معارك خارجية وهذا السبب هو وصول الأخوان والمقاتلة إلى مقاليد الأمور وتحكم في السياسة الليبية وفي كل المطارات ومنفذ الليبية وسيده حتى على الجوازات قاموا بتزوير الجوازات قاموا حتى كذلك بخلق التواصل يعني ليبيا أصبحت نقطة انطلاق الإرهاب وهذا ما قاتل فيه جيش الآن نهاية